استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طول كرم ومخيمها وأصيب الشاب محمود أبو سعن والذي يبلغ من العمر 18 عاما برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي وأعلن الأطباء هناك استشهاده وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيمة الكرم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام لتحقيق ما يقال بأنها نبوءة ترميم الهيكل الثالث وفق التعاليم التوراتية فوق ركام المسجد الأقصى المبارك رصدت حكومة الاحتلال وجماعات استيطانية موازنات مرتفعة لشراء خمس بقرات حمر اختيرت بعناية فايقة قصة هذه البقرات نتابعها في هذا التقرير خمس بقرات حمر اختيرت بعناية وأحضرت بطائرة خاصة من ولاية تكساس الأمريكية تحضيرا لما يعتقده المتدينون بأنه تأسيس لترميم الهيكل المزعوم في باحات المسجد الأقصى المبارك وكشفت وسائل اعلام عبرية بأن حكومة نتينياه المتطرفة قد رصدت موازنات كبيرة لتنفيذ المخططات التوراتية وتدق هذه التقارير نقص الخطر فيما يتعلق بمستقبل المسجد الأقصى بعد أن نفذت سلطات الاحتلال مخططاتها بتقسيمه زمانيا تمهيدا لتقسيمه مكانيا منها إشارة قوية على أن اليهود هامون وجادون في بناء الهيكل في باحات الأقصى وفي مكان معين الذين يذهبون إليه دائما عندما يدخلون إلى باحات الأقصى هذا جزء لا يتجزأ من الاعتقاد التناخي أن الهيكل لا يقوم إلا بحرق البقر بحسب المعتقد اليهودي تعتزم ما تسمى بجماعات الهيكل إحراق البقرات الخمسة متى بلغ عمرها العامين وذلك إذانا بهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعو ويرى محللون فلسطينيون في تقرير بثته القناة الثانية عشر بلون اختبار لقياس ردود الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية ويوازي حرق البقرات وفق التعاليم التوراتية إزالة ما يرونه منعا دينيا يحول دون مشاركة عدد كبير من اليهود في اقتحام المسجد الأقصى خلال وبعد انقضاء الشهور الخمسة المتبقية ليكتمل عمر البقرات وهذا يمهد لتنفيذ مؤامرة هدم الأقصى لاحقا وإعادة تشييد الهيكل المزعو وهذه من أكبر الإهانات للنظام العربي والقيادات الفلسطينية سواء كانت مقاومة أو مفاوضة أو النظام العربي الذي يصرخ الأقصى في خطر الأقصى ليس في خطر الأقصى في طريق التدمير ولذلك إن هذه البقرات الخمسة التي جاءت من تكساس والذي احتفلت واستقبلت استقبال لا يخطر على بل أحد تبقى لمواد في التناخ أي الأهد القديم هو مقدمة خطيرة وإنظار خطير لكل من يعتسب الانتساب إلى المسجد الأقصى تهدد تل أبيب اليوم مستقبل المسجد الأقصى المبارك بخمس بقرات ولا يقتصر التهديد على جماعات الهيكل والجمعيات الاستطانية المتطرفة بل يشمل أيضا الحكومة الحالية برئاسة نيتنياهو رغم أنه ادعى أخيرا بأن اتلافه الحكومي لن يحول الكيان لدولة دينية توراتية بل ستبقى دولة ديمقراطية على حد وصفه هي حكومة يراها مطلقو الفرضية المؤيدة لترميم الهيكل الثالث فرصة مواتية لتنفيذ مخططاتها مخططات لو نفذت ستشعل حربا دينية شاملة تتخطى حدود فلسطين وسائر الإقليم وفق محللين من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا استعادت بيروت الذكرى الثالثة لأطخم انفجار غير نووي عرفه العالم زلزل بيروت والكثير من المناطق المجاورة للعاصمة اللبنانية وشهدت بيروت اليوم مسيرة تقدمها أهالي الضحايا والمتضررين الذين مشوا من نقاط مختلفة والتقوا جميعا أمام تمثال المغترب المواجه للمرفأ مستعيدين فصولا من اليوم المأساوي ومطالبين بإخراج التحقيقات من خلف قطبان السياسة التي التفت على عنقها وعطلتها منذ سنة ونصف ووسط حضور ديبلوماسي في الوقفة تقدمته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان اجتمع اللبنانيون وتوحدوا بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا الذين قرئت أسماؤهم أما كلمة أهالي الضحايا فاستعرضت مسار التحقيقات والتدخلات السياسية مؤكدة على أهمية إحقاق الحق ومواصلة القضاء لعمله بعيدا عن التسييس والمطالبة بلجنة أو بلجنة تقصي للحقائق الدولية ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت ولم يصل الأهالي المفجوعون بأحبائهم ومعهم اللبنانيون إلى الرواية الكاملة لما حصل في ذلك اليوم وما زالت مباعث الوجع تلكذ القلوب ومشاهد الدمار تعيد إلى ذاكرة يوما ما زالت تدعياته حاضرة كجرح لم يندمل في غياب الحقيقة والعدالة بألم وحسراء تجلس السيدة وداد في منزلها الكائن في منطقة مارمخايل المواجهة لمرفأ بيروت المنطقة التي كانت قلب العاصمة اللبنانية النابض تحتضن الآن عائلات تأن وجعا ومنازل عديدة تعاني من الدمار ومن الأضرار التي أصابت أجساد قاطنيها ثلاث سنوات أعادت خلالها عائلات مكلومة بناء بيوتها باللحم الحي كما يقولون لا تعويضات من الدولة فقط مبالغ صغيرة محدودة عن الخسائر دفعها الجيش اللبناني حتى مبنى شركة كهرباء لبنان لم يخضع للترميم فيما تنتشر أكوام الردمي في أرجاء المكان لو هالمسؤولين الكبار أمهم ستهم بيهم اللي خلفهم ولادهم قاعدين هؤون ما بيسألوا عنهم معلش في الله كلهم هاو بدوا جزيون ربنا ثلاث سنوات على الرابع من قاب وما زالت بيروت تبحث عن روح فقدتها في ذاك اليوم ذكرى أصبحت مرادفا للألم المضاعف بسبب التفجير وبالقدر نفسه بسبب تغييب الحقيقة والعدالة مطباط عديدة مر بها تحقيق المرفأ الذي توقف منذ مطلع العام 2022 من دون لوائح اتهام نهائية وفي ظل خلافات بين قوى سياسية حول استجواب وزراء سابقين تدور شبهات حول اتهامهم بالتقصير تحقيق المرفأ إذا خلص بخمسة أو ست سنين يعتبر إنجاز صلصة بين إسام القضاء اللبناني هلأ نحط قاضي بتبوضع القاضي بطار إذا هو أنوني أو لا في حال طلع القاضي بطار أن القاضي بطار أنوني رح يرجع مكتبه بالمبدأ لازم يطلع قراره الظن إذا مش أنوني رح ينعزل ونحن كأهل الضحايا نلتزم بأي قرار يطلعوا القضاء اللبناني أكيد عن حق عدالة متأخرة أفضل من لا عدالة هو الأمل المتبقي لأهالي الضحايا وعذابات المصابين على أرواح من سقطوا ترقدوا بسلام من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا أعلنت قوات الدعم السريع في السودان بسط سيطرتها على ولاية وسط دارفور بشكل كامل وذكرت في بيان أنها سوف تتحرك باتجاه العاصمة الخرطوم متهمة الجيش السوداني بالاحتماء في معسكرات النازحين وفي سياق آخر أدنت البعثة الأممية إلى السودان ما وصفته بالاستهداف العشوائي للمدنيين والمرافق العامة من جانب قوات الدعم السريع تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قواته في أوكرانيا خلال زيارة قام بها إلى المقر الرئيسي لمجموعة جيش الوسط المشاركة في الحرب تأتي زيارة شويغو على وقع اشتداد المعارك والقصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية وأعلنت البحرية الأوكرانية اليوم أنها ألحقت أضراراً بسفينة تابعة للبحرية الروسية خلال هجوم بزوارق مسيارة بحرية على ميناء نوفوروسياسك الروسي أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة العثور على خمسة قبور جديدة يعود تاريخها للعهد الروماني وتم اكتشاف تلك القبور خلال أعمال البحث والتنقيب داخل مقبرة اكتشفت عاماً 2022 شمالي القطاع تعود للعهد الروماني منذ عام كامل وعمليات التنقيب في المقبرة الرومانية المكتشفة بمحض الصدفة في شمال قطاع غزة لم تتوقف فالبحث مستمر في المقبرة التي يعود عمرها إلى القرن الأول وحتى الثالث الميلادي وفق فريق البحث 130 قبراً عثر عليهم فريق التنقيب في مساحة 4000 متر مربع من بينهم قبران من الرصاص المسكوب يعودان لكبار الشخصيات في ذاك العصر منذ تقريباً عام ونصف والمدرسة الفرنسية تعمل ليلاً ونهاراً في هذا المكان وتم الكشف حتى الآن على تقريباً 130 قبراً منها قبران من الرصاص المسكوب تعود لشخصيات رمزية ولها مكانة في المجتمع الروماني أما البقية الباقية من القبور فهي عبارة عن حجارة مقطوعة من الصخر فريق التنقيب الذي يضم خبراء من المؤسسة الأولية الدولية المعنية بالحفاظ على الموروث التاريخي الثقافي لفلسطين يسعى لإبراز الأهمية التاريخية للمقبرة إحنا الإغاثة الأولية الدولية فريق انتقال إحنا اليوم دورنا الدور جيد جداً إحنا بنعرف أنه إحنا بنشتغل هنا بمواقع أثرية التنقيب عن الأثار التنقيب عن الأثار كونه إحنا بلد احتلال يعني ما إلها تقريباً الدعم الكافي يعني هذا دوء أهمية اليوم إحنا اكتشفنا مواقع أثرية رممنا عدة مواقع أثرية في غزة من ضمن المواقع الأثرية الموجودة لأنه إحنا بنعرف غزة مدينة قديمة ويوجد فيها المواقع الأثرية كثير الاكتشافات التاريخية لا حصر لها في غزة لكن ما يميز هذه المقبرة هي طريقة تشييدها بالحجارة وبأشكال كشفت عن أسرار الأنثروبولوجيا والمعتقدات الرومانية في طريقة الدفن في العصر الروماني المقبرة التي تعد كشفا أثريا كبيرا لا تعتبر الأولى في غزة إذ عثر سابقا على المقبرة الرومانية البيزانطية في جمال القطاع كذلك تحث الجهة المعنية بالآثار الخطى لتكون هذه المقبرة الآثارية مزارا في وقت قصير أمام الراغبين في رؤيتها والتعرف عليها غازل علول رؤية قطع غزة